السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مراحب الحيم الحريضة وموضوع اليوم كالعادة شائك حول وضع العمالة وتضجر العمالة الآن من الضرائب اللي حصلت وما شبه ذك يا جماعة الخير ما في ضريبة ريال واحد فرض على عامل عساس تكونوا في الصورة الضرائب كلها فرضت على المؤسسات التي تجني ملايين لتساعد الدولة في الفترة القادمة انتوا عارفين وضع الدولة بدأت تتحول من عملية بيع بترول الى عملية الحصول على دخل بشكل او باخر حتى السعوديين ساهمنا ما هو بس انتو العمالة ضقم اثنين العامل جاي اسمه عامل يعني يجيني في مزرعة يجيني راعي غنم يجيني ينظف بيت يجيني سائق خاص راتبه الف ولا ثمانمية ريال مثلا عليه ان يستمر في عمله وان لا يترك عمله ويتحول الى تاجر يعني تخيل راعي غنم يحول لأهله ثلاثين الف عشرين الف عشر الاف خمسة الاف شهريا لأهله مثلا الدولار راح تستغرب ودول ثانية تضغط عليه لتقول ايش هذا المبالغ الضخم اللي تطلع منكم تدعم للرهاب حتى اخواننا العمال عندنا ثلاث عشر مليون عامل ثلاثة ملايين هنود ثنين ونص مليون باكستاني ثنين مليون ونص مصري ثنين ونص مليون يمني مليون ونص بنغالي يعني عندنا عدد ضخم للعمالة موجودة في السعودية ومرحبا هم اللي بنوا بلادنا وعلى راسنا من فوق وحنا وياكم اخوان وحنا مسلمين ما في شي عادي لكن اللي جاي تاجري جماعة الخير يجي بعقد تاجر ما يجيني بعقد عامل راي غنم وبعدين اللقي ماسك نص المحلات يحول الاف الريالات شهريا مثلا الدولة تريد ان تأخذ ضرائب حتى على التجار ولذلك اللي يجي عامل ويخالف انظمة الدولة ويشتغل تاجر يجب ان يدفع للدولة لانك انت خائل للبلد وخائل للإسلام وخائل المتستري اللي عندنا برضو وخائل للبلد ويعني كيف عامل اللي يحول مبالغ ضخمة زي كده ولذلك لازم يدفع للدولة الدولة اللي قاعدة تخسر مرافق بترونة ينباع اساس يجي داخليا علاج ببلاش مستشفية ببلاش مدارس ببلاش امن ببلاش شوارع طرق حدائق كل شي كل خدمة قاعدة تخدم متجوابنا على جميع العمال على راسي من فوق دول عالم يعني تعطي قامات سنتين وتجددها اذا رأت في ذلك جدوى يعني تعطي سنتين اضافية ومشبه ذلك مثلا ودي الدولة تكون هي الكفيل ما عدنا نبغى كفيل وغش ومدريش وكفيل ما دفع وكفيل دفع ما عدنا نبغى الكلام هذا نبغى الحكومة هي الكفيل تعطي العامل عندي يشتغل سنتين هم تشيلوا بعدين تودي اي بلد ثاني تودي مكة جدا رياض او ما شبه ذلك يعني فكرتنا يا جماعة الخير انه اخواننا على عيننا ورأسنا من فوق وياخذوا حقهم مع عيننا وصلوا رأسنا اللي يجي تاجر يشتغل تاجر واللي يجي عامل يشتغل عامل وشبابنا الملايين اللي واقفين ما لهم عمل ودنا تسمحوا لهم يشتغلوا معنا شوية عمال ايش المشكلة وكلنا اخوان وكل بلاد الاسلام اخواننا وكلنا احباب وكلنا عرب وشوفوا الملايين هذي هل سبق في التاريخة حتشغل زي كده 13 ولينا اكثر من الشعب عنده الا دليلنا نحبكم وخمسين سنة وانتم معنا وستستمرون معنا ان شاء الله فقط الدولة فرض الضرائب على الشركات لتدعم الدولة وليست على العمال اهلا وسهلا